من تابع احنا ويكون احبقنا وبها الفقرة منرحب بحضور ضيفنا الاب نادر نادر الانطوني رئيس ديرمر عبدالمشمر بذكرية معه بدنا نحكي عن البترك الدويهي الطباوي قريبا ازاق الله راد وعلقته مع الرهبانية الانطونية وديرمر ساكي سباخوس اللي حضرتك كنت كمانا عم تهتم بكل الامور من فترة طويلة مش من اليوم اهلا وسهلا ابونا نادر من منحييك كيف كانت بهاي ذاك الوقت تحضيرات كنو كيف اشتغلتو واليون احنا عم نتحضر للتطويب بثنين ااب ازا الله راد اولا بداية انا بشكركم على اللفتي وانا بشكر الله كمان على المرحلة اللي قضيتها بيزغرتها اهدن بيهدن صغرتها عندما عينت رئيس ديرمر ساكي سباخوس انا زاك بالالفان ثلاثة عالفان واربع بلا شانا تعوان مع مؤسسة البترك دوي هي اللي هي اكيد تطلع بمرسوم او بروتوكول بطرياركي بيتعين في المطران والنيب الاعضاء لا هال انا كنت واحد من هالاشخاص يلقتم منه كمان وكان اللي شرف اني رافق تكريم وهلأ التطويب فاللافت اولا انو نحن علاقتنا بالعلاقة ديرمر ساكي سباخوس مباشرة علاقتهم مع البترك الدوي هي غير انه مرسوم كاهن على مزبح ديرمر ساكي سباخوس بالكابلة للطابق الارضي لقيتوا انو كمان اهل الدوي هي والمطران الدوي هي اللي كان اخر مطران على اهدن كانوا مقيمين بهذا الدائر وكانت اللفتة الكريمة من قبل البترك دوي هي انو يدعي الرهبن الانطنية لها استلام ديرمر ساكي سباخوس ويكونوا موجودين باهدن وهذا الفضل بيرجع له واحد اثنين للعيل الدوي هي اللي كمان ما بخلط على الرهبن الكان بالاراضي اللي قدموا والكان بالحضور انا زاك المميز لهذا الحضور الرهباني الانطوني بقلب اهدن يعني في هذا الدائر انتو من اي سنة تقريبا امونا نادر الف سبعمية ساعة وثلاثين تقريبا امم الف سبعمية ثلاثين وما بعد شوية اكتر شوية اقل شوية بس كان هذا الدائر الحلو كتير مهمة تعرفيها او يعرفوها هدا المطران اهدن بلغاية هالوقت ما كان فيه مطارين وابرشيات مستقلة كان كل المطارين الطايفة المارونية نواب بطرك يعني من هيك كان البطرك يبعط البطران الفولاني على ابروس يقضي شهر شهران بمهمة من قبل البطرك يعني من الخدمة يرجع كان مطران اهدن كان الاول بين الاولين يعني بين المطارين البقوي كان له الافضلية بغياب البطرك يكون هو نائب البطرك بدون هدا العنوان ولكن كان عمليا هايك فليزالك شغلة مهمة كتير ويكون نحنا عايش بهذا الدائر اللي نحنا نفتخر اليوم فيه على اه وجوده بقلب اهدن على راس النبع والنبع مرساركيس وباخوس يلي بينبع من هالجبال حلو حولها ده نعم يعني مع البطرك الدويهي صار فيه هيك تاريخ جديد وما بأنه هذا البطرك له اثر كتير كبير وهو يعتبر من من اساس الطائفة يعني لقب بابو التاريخ المرونة البطريارك الدويهي قديش هذا اللقب صحيح يعني هو اللي لو من دونه ما وصلنا لللي نحنا فيه اليوم يعني فيك تعطي كل الالقاب اللي بدك اها هو البطريارك الليتورجي البطريارك التار مؤرق تاريخ لو ما هو تاريخ الازمن البطريارك الرحاني البطريارك اللي هوتي البطريارك الرعوي والمحب تعرفي من زيارات والكان لحلب والكان لأبرص فيما بعد مطران والاخري هذا الحضور الرعوي كان مبيز فاللزلك منشوف نحنا لنا الشرف انه يكون ارتسم على مذاب على مزبح لانه بقلب دير مرساركيس وباخوس واحدة وبخمسة وعشرين قدار يعني بعيد البشارة والنا الفخر انه نكون عم نحتفل كل سنة من وقت الثلاث انا على اهدم الالفين واثنين لليوم نحتفل مع كل ابناء المنطقة اهدين صغرتها بهذا اتنين بخمسة وعشرين قدار ابونا عيد البشارة واعيد تذكار السيامة والكهنوتي هذا درجة لصة من هيك الوقت اتنين كمؤرخ لانه نحنا هذا البطريارك اللي دون تاريخ الطايفي تاريخ الامة المارونية لو ما هاكي امور كتير ما كنا كنا منجهله نشكر الله على اللي دونه وزبطوه وكتبوه ومن هيك اخد وقت كتير للتكريم وللتطويب للتطويب صحيح لانه الكتابات بدأت تترجم وبدأت امرو على ليجين لهوتية تاريخية الاخيرة نشوف اذا في بدعة في هرطاء في كذا من هيك اخدت كل الوقت ويمكن البعض بيقولوا شوف ابو ام بعد اربعمائة سنين شو علي كان اربعمائة ولا خمسمية كان حضوره مميز هذا البطريارك وبما انه هذا الحضور كان مميز بسوى ينبرز وينعطى ويتوجه لكل الناس يعرفوا من هو هذي الشخصية مميزة بتاريخ الطائفة المارونية يعني اكتار منا الموارنة بيجهلوا هذا التاريخ ويجهلوا هذه الحقبة وهذا الرجل ايضا اللي هو البطريارك الدويه اللي ماشى على ضرب الاديسة مكرم طباوي ومن بعد اذا الله راد على على المذابح بالكنيسة الجامعة لا مشكر الله حقيقا على على هويته على شخصيته على لتحمله من اجل انه يضل محافظ على ابناء كنيسة وابناء الكنيسة المارونية من اضطهاد ومن عذاب ومن تنقل لذلك نحنا بضمن اطار التنقلات يلي كان يعملها لمن يهرب من وادي انه بين ويروح صوب صوب الشوف او يجي صوب كسروان كان عنده محطة كمان بدائر مر عبدال مشمر يلي انا هلا بسؤول عنه دائر مر عبدال مشمر كان تابع البطرياركية يعني مثل مر شليطة مقبس مثل غير يعني هالمحطات اللي كان يعملها البطريارك لمن يترك انه بين كان مطرح استراحة كان مر شليطة مقبس بغسطة او مر عبدال مشمر وبمر عبدال مرمم الكنيسة القديمة والبيت اللي كان من خشب اكيد اندسره اليوم ومن ثم نحنا تسلمنا على بعد منه بفترة قصيرة جدا من البطريارك عواد سلامنا دائر مر عبدال مشمر يلي هو اليوم تابع للرهبن الانطوني فهودي شغلتان كمان مهمين نعرفهم انه الطهد تعزب تلبك ترميل شعبه اتنقل وانجبر يروح من مطرح لمطرح هروبا من الاضطهاد يلي كان عمل يتعرض له من اجل محافظة على كنيسته على جماعته على طايفته ومن هاكي بيشوف مسلا بي بالضايع بي مجر المعوش اللي هو اثر كبير وكنيسة والاخرية اكيد بتكونوا حكيتوا عمي الحاجة عم نحكي تباعا يعني عن هذه المحطات اللي مرأ فيها فلا انا البيمي عم بقول لنا تعبين انه قصة مر عبدال مشمر كان من هاك نصلي بالبطرياركي المنقوش فاو باب الكنيسة منعرف انه هيدا الدير كان تباع البطرياركي المرونية بالمحطات اللي كانوا يعملوها وكان يجو ناس من النوبين كهني ربان لا يصوصوا المنطقة ويقصوا وصلوا بها المنطقة منحكي عنه كرجل علم يعني كمان اشتهر وزيع سيتو بتعليم الشعب بتعليم الانسان يعني طيب هو المعلم والمربي نعم نعم ولما انترك روما وجه على لبنان رغم الاغراءات الكتير اللي تقدمت له بروما بالمراكز بالمسئوليات اللي ممكن اغروه فيها رفضها كلها وكان العودة الى اهدن العودة الى لبنان وبأهدن مدرسة السندياني مدرسة السرياني مدرسة العربي مدرسة عمل هتا التعليم للولاد تعليم المسيحي ومن هونيك اكيد كان ينطلب بعدين كان صوب حلب والكان فيما بعد الى ابرس والاخره فالكل اللي خزنوا من روما من لهوت ومن فكر ومن تعلم اجا وبرزوا برسالته بشاهدته بتعليمه يلي علم فيه الكين الولاد والكان الاكليريكيين والكان غيرهم بكل المسئوليات اللي توليها فما ترك هالشي لقلو انما هذي السروي الروحي والفكرية والعلمية واللوتية اللي كانت عنده وزعها حوالها بقلب الرسالية اللي قام فيها سواء بلبنان وبأبرس وبحلب وبكل المناطق يعني منعتبره من رواد الرهضة الفكرية بالشرق هذا الوصريارك ايه طبيعيا بش بس واحده اللي اكيد في غيرهم من فيه سهيوني في غيرهم من الموارنية اللي برعوا بالغرب بس هو الفضل اللي نافر بوجوده نهو رجع غيره قبل بالمراكز وبيه بمركزه برومة وبفرنسا او مبارف وين بينما هو لا ما قبل الى ما يرجع الى ارض لبنان الى ارض القديسة الى شعبه والى منطقته نعم اهمية التاريخ يعني هو المؤرخ والعلم العالم والمؤرخ ايضا بالنسبة لرجل دين لمرجعية روحية بهذه القامة ادي كان مهم ينكتب هذا التاريخ تاريخ الازمنية اللي مدونه بعدين اكيد الليتورجية بكرة بتحكو مع غيري عنها كمان تدوين الاحتفالات التأسية الرسالة كل هالامور تاريخ الازمنية هده هالتاريخ اللي هو دونه وكتبه لو منه اكيد ما عنا شي نعرفه في الشمجهولة قبله حتى لغاية اليوم عم بفتشوا عليها كان عبر الاركولوجية والكان عبر التاريخ والكان عبر المخطوطات لا يقدروا يكتشفوا القسم ما قبل اللي دونه البطرق دويه بتاريخ الازمن فهذا تاريخ مهم كتير لانه على ضوءه من خلاله نعرف هويتنا ومنعرف تاريخنا ككنيسة مارونية من خلال ما دونه وما كتبه هالانسان هذا البطرق وهيدا بيعطي مجال انه كمان من خلاله نروح لأفاق جديد الكامب الماضي والكان للمستقبل نعم عبر نادر نحكي كمان عن زمن الاتهاض يعني زمن البطرق كان زمن اتهاض واتهاض قوي قدي هذا الاتهاض لازم الكنيسة ولغاية اليوم بعدنا بحالة اتهاض انما مختلف عن زمن البطرق مختلفة نعم اكيد الحكام انا زاك كانوا كان همم من المصاري كان همم من الملال والسيطرة على الشعوب ولذلك هو كان يفدي شعبه يفتدي شعبه مرات يدفع عنه مرات يساعده الاخرهي ولكن مرات كانت يقسوا عليه للبطرق وحتى يعني الحاكم الانزاك من الاحمادي اللي كان معه منطقة الشمال بهالمنطقة ونيك اهدن والمنطقة يعني صفع وكف للبطرق وكانت هايدي شغلي يعني لعنة تاريخية على هالشخص هيدا من بيت احمده ولكن فيما بعد اجا وعتزهر كله اكيد الاعتزار والبطرق سامح وغفر وكمل وكتب ودون كل هذي اللحظة هذا الاضطهاد جعل انه نشوف انه ودي انو بين اليوم والمنطقة حوالي دورة انو بين منشوف هي منطقة نساك ومنطقة رهبان ومنطقة البطرق بعدها لليوم اكيد مكملة هالشغلي اللي جعلت انه هالاضطهاد جعل انه هالمورني وعلى رأسن هذا البطرق التمسك بالارض والتمسك بهويتن والتمسك بكنيستن اكتر اكتر بيظل هذا الاضطهاد وبيظل هذه المشاكل اللي كانوا عم يتعرضو لها كانوا عم يتضامنوا اكتر ويتمسكوا اكتر وياخدوا المواقف المسيحية اكتر واكتر ادي اختلفت الامور من هيداك الزمن لليوم ابو ناجر اكيد اليوم يمكن الضغط ازا بديك الضغط الاعلامي الضغط الاجتماعي ضغوط اللي عم نتعرض لليوم هيدا نوع من انواع اللي ضبضبت ولملمت ازا شاء ازا جهز التعبير للمسيحية انه يسكروا المؤسف انه في عندنا نحنا اليوم جهل لهويتنا جهل لوضعنا جهل لكنيستنا ولزلك مش عارفين شو بنعمل نهيك نشوف انه نحنا كمان انه ضيع بقلب مجتمعنا المسيحي وخصوص المارونة بينما انه ازا كان البترك هو ما يجمع الشمل كان يلتفوا حول البترك حول كلامه حول دعوته حول هويته ويكونوا متضامنين وياخدوا المواقف ويستقبلوا استقبلوا الفاتحين بينما اليوم نشوف وين سلطة الكنيسة بوادي وسياسيين بوادي ويمكن مؤخرة متكون اسمعتش وقال الكاردنال عم تحرقوا بلدكن بايدكن وهذا معناتها انه رغم من التعرض الخارجي زجاز التعبير لأسأسة جوان احنا نوع منها الاضطهاد زجاز التعبير ولكن يبقى انه المسئولية الداخلية نحنا مش عمل منكون على مستوى هويتنا ومستوى حياتنا المطلوبة انه نعيشها كمسيحيين بقلب هذا البلد اللي اراده القديس يوحنا بولستاني اكتر من وطن هو رسالة ايات رسالة رسالة التنوع والعيش المشترك والتعددية هل نحنا فعلا عندنا هذه القدرة ومع بطر كتنا ومع كل اللي سبقوه واللي اجو بعده كان في دعوة دايما لهذه الوحدة لنكون متحدين ولنكون منفتحين ايضا الى اي حد نحنا منفتحين فعليا او بعدنا بحال التقوقع نحنا مسؤولين عن هذه الرسالة عن هذا الوطن يلي هو الرسالة نحنا ككنيسة مسؤولين نحنا كمورني مسؤوليتنا بدرجة اولى انه نكون هالشهود ونكون هالرسل بقلب المجتمع اللي زرعنا في الرب لذلك لما منضيع مطرحنا ونضيع هو يدنا كيف بنا نعمل شهادة كيف بنا نعمل رسالة لا في مسامح لا في غفران لبعضنا البعض خصوصي على المستوى عم بيحكي على المستوى السياسي كل واحد عم بيفتش عن مصلحته وعن ذاته عم بيجي رئيس الكنيسة يدعي ويجمع ويوصل ويقدم وبالتالي بتلاقي انه هذا الرفض وهذا الرفض الغير المعلن مرات بهيد كل البعض عن هذه الهوية وعن هذا الانتماء فلذلك نحن كمسيحيين مسؤولين انه نكون ملح ونور لهذا الشرع وهذه رسالتنا نحن المنغير نحن المنغير نحن المنخلق التنوع نحن المنكون صلة الوصل مدارسنا وستشفياتنا مجتمعنا اللي مفتوح على كل العالم من خلالهم منقدم هويتنا ومنقدم رسالتنا ومنقدم شاهدتنا مش من تجارتنا ولا من فزلكاتنا السياسية انما من خلال هالحضور المميز بهالشهادة وبهالرسالة المنقدمها للاخرين هيدا بتكون عنوان رسالتنا ووجودنا في هذا الشرق وفي لبنان بصورة خاصة الحفاظ على الهوية المارونية كمان تميز الوطرة كدويهة بالحفاظ على الهوية المارونية واثبت لروما انه هي كنيسة طيبة على الكنيسة الكاتوليكية قدي هيدا الشغلة بتأثر اليوم وبتفرجينا صورة مختلفة عن زمن صار كتير بعيد عنها ونحن اليوم بزمن مختلف نحن اول شي بنشكر الله انه من يوحنى مارون زجاز التعبير حتى وقبل حتى لغاية اليوم هذه الكنيسة المارونية ارتبطت ارتباط معنوي وروحي واداري بكنيسة بطرس بروما وهدي شغلة تاريخيا مهمة كتير وحلوة كتير لاننا نعتب ناخد العبر منها هيدا دليل عشو دليل عوحدة الايمان ووحدة الرجاء ووحدة السلطة بقلب هذي الكنيسة اللي نحن مننتمي لأله هيدا عطيت زخم كتير كبير للكنيسة المارونية ما فيه عندك غير كنيسة واحدة ما عندك كنيسة كاسوليكية وانيسة ارتدوكسية كنيسة الاتنيو لا كنيسة واحدة هيدا اهمة كتير هالوحدة هاي وحدة هذي الكنيسة لناخد منها العبرة اليوم لنقول ان نحن وحدتنا عبر التاريخ مع كنيسة روما ووحدتنا مع بعضنا البعض هي اللي عملت استمرارية لوجودنا ولا حضورنا في قلب هذا البلد وفي قلب هذا الشارع نحن عم نفرغه اليوم لانه مشوعيين لهويتنا مشوعيين لمسؤوليتنا عبر هذا التاريخ الحافل الرائع من مر مارون ليوحنا مارون الى كرسي روما هذه الوحدة الكنيسية المميزة يا راية تمنوعها ومنعرف شو معناتها ومنشتغل على اساسها اليوم حتى نرجع هذه الوحدة الى مجتمعنا وإلى كنيستنا المرونية وإلى كنيستنا المسيحية وإلى وطننا بذلك يعني اليوم إذا منحك عن الأسباب اللي تقود هذه الوحدة أو اللي بتهد هذه المدميك هل نحن وعيين لهذه الأسباب لأنه ما منعرف نخلص من الأمور إلا منزيل أسبابها يعني داش عم نعيش مسيحيتنا داش عم نعيش هويتنا نتطلع منعرف نحن اليوم ما تخزينا زقلتلك أنه بعض المسؤولين يكونوا باللديس بيعرفوش مثلا يقولوا الأبانا مع الناس طيب كيف بتريدي أنه نكون ما منعرفش نعيش مسيحيتنا ما منعرفش ريش هويتنا ما منعرف إنه نكون مع شعبنا بالبي بالمحور الإيماني والرجل مطلوب إنه نعيش معه كيف بدك أنه يكونوا وعيين لهذه المسؤولية كلها سوا برأيك أخونا لماذا هذا هو من انعدام الثقة لماذا هذا البعد وهذه الهوة الموجودة ما بين الشعب اللي اليوم لازم يكون ملتزم مؤمن وهيكي متنور مثل ما حضرتك ذكرت لنكون نور وملح كيف بدنا نكون نحن لك المشكل الكبير ظهور نحن بدل من مسحن مجتمعنا ووطننا سيّسنا كل شي كل شي مسيّس بها البلد كل شي كل شي ما في شي يعني إذا أنت بتحكي ضد شفكرة عن البطرق معناته أنت بتكون مسيّسة ضد البطرق إذا بتقولي بتحكي كلمة ضد السياسة الفلانية معناته أنت مع فلان مش ضد كله مسيّس يعني حتى ما فيكش تعمل انتقاد موضوعي بناء الأخير هي نكون عم نتعاون مع بعض هذا التدهور هذا التراجع بالعيش هذا التراجع بمعرفة هويتنا المسيحية شو منات أنا أكون مسيحي أني يكون شاهد أني يكون محب أني يكون غفور أني يكون مسامع أني يكون محاور أني يكون منفتح على الآخر نعم أين يكون الآخر كم بالأحرى الآخر القريب علي طيب إذا هؤلوا مش متوفرين كيف بتريد أن نعمل الحوار وعم نشوف الحوارات اللي عم تنعمل يعني مؤخرا مع الكاردينال ومؤخرا ما بعرش مع مين نتيج يعني فشل بفشل مش عم نوصل لمطرح حال لأنه لأنه نحن مش عارفين شو مناتنه نحن مسيحيين مش عارفين شو مناتنه نحن مسؤولين عن هذا المجتمع ون هذا الوطن وأنه نكون محاورين لكل البشر وما نخيف من حدا ونقول الحقيقة مثل ما هي ونقرب بحواره بمحب ومحبة بصوب الآخر وكم بالأحرى الآخر الأقرب لإلي اللي هو من لحمة ودمة من هويتي ومن وطني ومن جماعة يعني هذا هو الاتحاد اليوم بعالم في كتير من التحديات في كتير من الصراعات وقدي الإنسان بدي يبقى متمسك الإنسان المحتاج المعوز الفقير قدي بدي يبقى متمسك بالإيمان أو بتقول برأيك اليوم أبونا نادر حضرتك أنه هالإنسان بيتمسك بإيمانه أكتر وبيلتجي لربه أكتر بهذه الظروف يعني نحن مدوين على مسيال البطاك دوي هي نكون عم نهتم بشعبنا نكون عم نهتم بفقراءنا نكون عم نهتم بالمحتاجين الحوالان بالمهمشين اليوم أكتر من أي يوم مضى لأنه الحاجات اليوم أكتر بكتير مما كانت بوقتها يمكن بحاجة أنه نرجع نشوف نتفي كيف بنا نتعوهم كيف بنا نفكر مع بعضنا من أجل أنه نحلحل أمورنا اثنين هلا بيتمسك أكتر أكيد إذا كان حاسس بهالفقر اللي هو الفقر الداخلي بحاجة لربه لإيمانه وبذات الوقت من خلال هذا الإيمان ومن خلال هذا الرجع بيوصل لتلبية حاجاته البشرية والاجتماعية زجاجة التعبير أكيد بيكون هذا النموذج الرائع اللي عم بيقدمه هالمحتاج اليوم ولكن هذا لا يمنع أنه نحن مدعوين يكون مسؤولين عن بعضنا البعض وخصوصي مسؤولين عن أولئة الأشخاص على مثال هذا البطاك يلي كان حاضر لشعبه بهذا الزمن اللي كان فيه الإطهار بهذا الزمن اللي كان فيه العذاب وبهذا الزمن اللي كان فيه الفقر والعوز يعني ما كان الزمن السهل بالعكس هالأزمنة عم تمرق وفيه كتير من الظروف والأحداث القاسية والمرّة على الشعوب اللي عم تمرق بهذه الحقبات بالطبع لكن اليوم يمكن نحن اليوم لأنه صار عنا سهولة التواصل صارت كل راضية كلها ضيعة من هيك صار فيه تواصل صار فيه تفكير بالآخر من بعيد للآخر إنه ما بقى نزاك عيان بطاك دويه تقدر ينزل من ودي أنه بين على غسطة على نهر الكلب عمر عبد المجمع ويطلع على مجد المعوش ويروح يتبرم أيام وإيام تضيع على الوقت على الطريق وتيوصال وتيكون بخدمة هذا الشعب المأهور والمعذب فلذلك نحن اليوم أسهل صحيح في عذابات في التهداد ولكن أسهل بكتير من هيك الأيام يلي كانت الله يساعدهم كيف كانوا عيشينها كمان ويحكى أنه بهيديك الفترة والحقب الزمنية مطرح مع أنه وجد البطرك كان يوجد عنده كاريسما يعني هو كمان كان قريب من الشعب لدرجة أنه يتمسكوا فيه ويحبوه وبضلوا الدنيا يتخلوا عنه صورة الراعي صورة الساهر على شعبه صورة الخادم يلي بقدم يسوع المسيح عن الأسقف بيقول عن الأسقف هو كان جسده بحياته بنسأه بتعاطيه منها كان عنده ليوني وسهولة التعاطي مع الناس والناس كانوا يعشقوا ويتكتلوا حولها لا يسمعوا لا ياخدوا توجيهاته كلمتوا مسموعة لا هذه اليوم الرعية شو معنات الرعية؟ شو معنات الخدمة؟ شو معنات أنه أنا مسؤول عن أبرشيته أو مسؤول عن الرعيتي خادم الرعية راعي الأبرشية راعي البطركية فالرعية هذه الأبوية اللي كان عم بعيشها البطرك دوايين هذه الأبوية وهذه الرعية وهذه الخدمة وهذه المحبة وهذا الفرع اللي كان يحملوا والرجل كان يحملوا لهؤلاء الناس اللي كان يقصدوا أنه يلتق فيهم يجعلوا أن يتعلقوا فيه أكتر وأكتر لأنه هذه صورة الرعي وصورة الخادم يلي مفترض يجسدها كل كهن وكل أسقف وكل بطرك وكل بابا هيك كلمة أخيرة على طريق التطويب والقداسة أيضا للطباوي البطرك الدوايين نحن نشكر الله على عجلة الإديسين بهالأيام نعم والطباويين والمكرمين يلي بديوا يوصالوا يلي عم يفتشوا حضرون ملفاتهم ليشتغلوها إن شاء الله بيكون بظل لبنان هو أرض القداسة وأرض الإديسين أكيد نحن نشكر الله على النعمة اللي إن شاء الله بتكون علامة السلام وطمأنينة وعودة الطمأنينة إلى وطننا ولجنوب لبنان وللبنان وللشرق بفضل هؤلاء القداسين والطباويين وأنا بدوري بدعيكم بثلاثين أب لعشية عيد مر عبدة أنها للديس مع راعي أبرشيطون تليس مطران انطوان بنجم لأنه بكل الأبرشية ما في عنا حدث غير هذا الحدث عن البطرق دويهي بداير مر عبدة المشمر يلي رمم كنيسته الماضي ويلي رمم الأنطوش يلي كان قائم أنا زاك وأكيد أن دسر اليوم ندعيكم للدس ساعة 8 مساء وتاني يوم نهار العيد الرئيس العام أكيد بيقدس مر عبدة ويأخذ بطريقه أكيد بيكون صار البطرق بيكون صار البطرق دويهي طوباوي بكل معنى الكلمة أنا بدأ أشكرك أبونا نادر نادر الأنطوني رئيس دير مر عبدة المشمر بذكرية الله قويك ويعطيك ألف عافية شكرا خلينا شكرا لحضورك معنا ومنفرح كلنا بهذا التطويب وعقبل ما يكون عنا ديما قديسين شكرا شكرا